مرحبا بكم في قناة تحفة يوب بعد الهبى الرائعة من الشعب الجزائري مؤخرا اترى تصريحة ماكرون وتدخله في شأن الجزائري وبالخصوص حول المسارات السلمية ودعمه لبوتفليقة ها هو الرئيس الفرنسي يتراجع عن تصريحته الماضية اين رفض الاجابة عن اسئلات الصحفيين حول الجزائر نهائيا مضيفا ان الجزائر تمر بمرحلة مهمة جدا حاليا لهذا من الضروري تجنب اي تعليقا حول ما يجري في الجزائر لان الامر صعب ومعاقد ويجب تأني اكتر وادف ماكرون بقوله خصوصا ان اي تصريح مني سيعتبر تدخلا في شأن الداخل للجزائر لهذا افضل ان اتجنب الامر افضل لي ولهم ولم ينفي انه يتواصل ويتابع عن كتب ما يحدث حاليا تأتي هذه التصريحات كانتصار لشعب الجزائر البطل الذي رفض تصريحته الماضية وامطره بالردود القوية في كل مرة بل ورفعت الكثير من اللفتة الجمعة الماضية تطالبه بعدم تدخل في الجزائر لان ما تمر به الجزائر حاليا هو مشكل عائلي ونحن نريد خصوصية ولا داعي للفلسفة اذ انه من الاجدار به الاهتمام بستورة سفراء التي منذ حوالي 19 اسبوعا وهي تحتج و تخرب كل اسبوع اما نحن فنتظهر سلميا وسنحافظ على بلادنا لن نخرب هوسون الغد تباعي بإذن الله وتعود الجزائر لمكانتها الاصلية المرموقة كما يذكر ان الجزائرين امطروا قصر الاليزي بالمكالمات الهاتفية وطلبوا منهم عدم تدخل في الشأن الداخلي كذلك فرنسا اليوم ادفت بيانا مهم اكدت فيه انها لم تمنع ولن تمنع التأشيرات على الجزائرين يأتي هذا بعد مطالبة ماري لوبان من بلدها منع التأشيرات على الجزائرين كلهم لتجد هي الاخرى الردد الناسفة وقوية من الجزائرين لهذا بإذن الله سيصل الشعب لمبتغه وتصبح الجزائر سيدة على طروتها التي تنهب من كل جهة هذه المرحلة تعتبر مهمة جدا وحساسة لهذا وجب على الجميع التحلي بروح المسؤولية والتأني للخروج بنتجة ايجابية وذلك بالسلمية فقط لا تنسى الضغط على الزر الاعجاب اذا كنت مع تغيير السلم ودد التخريب كما لا تنسوا مشاركتنا بارأيكم في التعليقات والاشتراك في القناة سوى شكرا شكرا